دور كبير جدا تقوم به الدولة المصرية والحقيقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة ونحن نتابع ما تقوم به الدولة المصرية خاصة فيما يهم الجانب الإنساني نحن نتابع ما حدث لأهالينا في قطاع غزة ونتابع أيضا الوضع الصحي والإنساني المتدني بكافة الأشكال وأعتقد أن مصر منذ اليوم الأول وهي تحاول محاولات كثيرة جدا في إيصال الشحنات إلى أهالينا في قطاع غزة وتحاول أيضا أن في هذه الشحنات يكون هناك أيضا ما يؤمن لأهالينا في قطاع غزة أن يبقى يتحسن حتى الوضع الإنساني بهذه المساعدات خاصة المساعدات الطبية ما هو الوضع الذي ستصبح عليه غزة خاصة ونحن في بداية سنة جديدة عشرين أربع وعشرين نتابع معكم كما أيضا نتابع هذه التفاصيل في بيت للكل في استوديو القاهرة معي في هذه الليلة اللواء دكتور محمد قشكوش المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يعني ساتة اللواء مساء الخير يا فندم مساء النور يعني الحقيقة أنا أتكلم لأنه الحقيقة إحنا في بيت للكل يمكن منذ اندلاع الحرب ونحن نتابع يعني هذا الموضوع لأنه برنامج بيت للكل يعني يظهر كل أسبوع فهو أصبح حصاد الأسبوع وما يجري والشأن الصحي والإنساني متدني الحقيقة ولم يتحسن ولن يتحسن بهذه الطريقة كيف ترى الوضع الآن؟ الدول المصري نقدر نقسمه في عدة محور أهم المحور السياسي الاستراتيجي أن الكيان الغزاوي الفلسطيني لا يضمحل ولا ينتهي بدعاوى الترحيل القصري أو الترغيب الخداعي أو ما شابه سعب الغزاوي اللي محتاج شيء إنسان اللي عاكم تفضل فيه ولكم يتفضل أهلاً وسهلاً علاج ما شابه موجود لكن أن يبقى في أرضه ويدافع أرضه لن تموت القضية ستظل القضية موجودة القتال الشرس اللي موجود والشيء اللا إنساني اللي صار بتعمله اللي يندلك تحت بلد اللا إنسانية تحت بلد التاجر القصري تحت بلد التطهير العرقي المسميات الدولية اللي بتستخدم الشعب الفلسطيني والغزاوي صامد ولكن التمن غالي التمن غالي من حيث الخسائر البشرية قتل الجرحة من تحت الأماكن المهدمة زي أحك بتفضلتي الجزء العلاجي والوقائي كل يوم بينقص سواء أدوات أو حتى الأطباء بيتموت أو الناس اللي جايين مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر فيه ناس منهم ماتت فيه مستشفات كتير خرجت بره الخدمة بقت مش موجودة فنقول إن الإبقاء رغم هذه الصعوبة المأساوية على الغزاويين في أرضهم أول نجاح أول نجاح يجب أن يدعب رغم إن التمن غالي وإحنا عارفين إن التمن غالي النقطة الثانية إن البصل قدام شوية إن الحرب دي يجب أن تنتهي لأن المعاناة موجودة طول ما الحرب قائمة والخسائر بتزيد إحنا عدينا الواحد وعشرين ألف وضعفوهم يعني مصابين وطبعا لنحك عارفة النسب في الأطفال طبعا نسب في الأطفال العظيمة يعني نسب فضيع يعني اللي عمل على إيقاف الحرب ده شيء مهم أعتقد المبادرة المصرية الحالية بتتكلم على الإفراج عن عدد من الرهائل قد يتراوح من خمسين أربعين وخمسين لكن المهم إن إيقاف الهدنة دي تتراوح بين ثلاث أسابيع وشهر أعتقد لو نجحوا في كده لو مصر إن شاء الله تنجح في كده بتتعاون مع الآخرين إن يبقى في حديث على ما بعد الشهر يعني إن الكلام ده يقود إلى وقفة الأقمر دائما نتمنى طيب نعود تاني لهذا الوضع الإنساني نحن نتحدث عن الجهات الدولية اللي معروف بها حين تواجدها أو في حالة اندلاع الحروب بيبقى الأنرواء والهلال الأحمر والجهات الطبية مسموح لها وبتبقى مؤمنة وبتبقى طلبتها المفروض إنها تكون مش عايزة أقول مجابة ولكن تبقى طلبتها شرعية ومعروفة تبقى للحقوق والمعاريف وكل ما شابه ولكن الحقيقة الوضع في قطاع غزة عكس ذلك يعني الأنرواء اشتكت أكتر من مرة والصوتها كان عالي أكتر من مرة وأيضا بالنسبة للهلال الأحمر نفس الشيء النقص يعني إحنا سمعنا عن نقص الأدوية ونقص المستلزمات الطبية كثيرا جدا والحالات والمستشفيات وتوقف المستشفيات وضرب المستشفيات لا ينتبه العالم ولا تنتبه حتى المنظمات الحقوقية ولا يسمع المحتل الغاشم هل هذا مقصود بأنه هذا النقص قد يبيض الأهل اللي موجودين في قطاع غزة ويبقى فيه إبادة بقى كاملة ويتخلصون من الناس كل الحرب ما تستمر كل الخسار محدد وكل المعاناة محدد نرى رد الفعل العالمي الشارع العالمي الشارع أقوى جدا من الحكومات صحيح الحكومات تتكلم على استحياء أمريكا فرنسا يتكلموا يعني ما معناه يعني حربوا بس خلي بالكم المدنيين إزاي خلي بالي بالمدنيين حددوا المربعات الآمنة اللي الناس تروح له عشان تبقى المربعات لخارج الأهداف العسكري تبقى هروح لها إزاي ولا ما عنديش تليفون ولا بطارية مشحونة أستقبل فيها المكان واللوكيشن عشان نروح له فده كلام كذب ده كلام كذب لكن على استحياء أمريكا تقول حتى في الضفة الغربية تقول يجب أن المستوطنين يقللوا العنف بدل ما أقول أن هما يغادروا المستوطنين تتحلوا وتمشي أقول العنف يقل كما لو كان العنف ده درجات يعني نفس الكلام برده وفي غزة بس خلي بالكم المدنيين يردوا الاسرائيل إحنا بخليهم بالنا كويس جدا وإحنا يدوب إحنا بقصاد كل حمسا و بنقتله ما بنقتلش فقط غريتين مدنيين بدل ما نقتل عشر أو أكثر كده هما يعني عداهم العيب عمل فهما تده عملوا واجب عملوا واجب وعملوا واجب ده كلام طبعا ده كلام طبعا يعني كلام كذب وافتراء وكل شيء العالم الحكومي اللي هو اللي حينفذ اللي يضر القرارات المجالس الأمم المتحدة مجلس الأمم ما بيعملش هك لأن الفيتو يوقف الموضوع حقيقة كلما نقرأ الأرقام يعني يحصل حالة يعني الإغتيالات الموجودة استعمال الأسلحة الصاروخية يعني يمكن وإحنا بنتحدث مع حضرتك وعندما تظهر هذه الحلقة طبعا الأخبار طول الوقت يعني خبر إغتيال اللي موجود في بيروت يعني أيضا الحرب تنتقل في المناطق الحدودية يعني وتتوسع حضرتك يعني كنت على حفة الحدود المبنانية يعني حرب حماس خارج الحدود حد في حماس في لبنان وفي تتبع لحماس في لبنان ومش في الحدود بس يعني اللي هو ممثل حماس في لبنان اللي هو يعتبر على علاقة بحزب الله المفهول يعني لكن هناك تتبع بس هذا بيعمل علامة استفهام يعني تتبع الدقيق له وراه معلومات استخباراتية يعني استخباراتية دقيقة يعني أن أنا أروح لهدف في دولة في مدينة في حي في شرع في شقة يعني فيه معلومات استخباراتية ولكن ده ثمن ده ثمن سيدفع يعني لكن لكن الغزاويين الحماسويين يؤدوا أداء جاية في المرحلة الأخيرة ضد القوات الإسرائيلية لدرجة أن أكبر لواءاتهم السمعة وعتادة اللي هو الجولاني واللي هو الجفعاتي بيغيروهم بيغيروهم بوحدات تانية نتيجة كسرة الخسائر ونتيجة انخفاض الروح المعنوية والمعدل الخسائر طلع من ثلاثة إلى خمسة في اليوم إلى عشرة إلى اتناشرة زائد نواياتهم يعني أنا متابع الثلاث جرائد متابعهم متابعهم لأنهما ما كانوش بينشوروا قبل كده لما الرأي الشارع الإسرائيلي ضغط ابتدوا ينشروا في الجرائد قتلاهم بالإسر في المتابعة بقى نلاقي بقى يعني الشهر اللي فات اتنين عقدة وقد يكون في حاجة أنا ملاحيتش أتبعها بأسلحتهم بالكتابعهم ملاحظ برضه ملاحظ في نوعية القتلة أنهما رتبهم كبير اسواء ضباط أو ضباط طف مفيش جنود صغيرين ربما عشان الصغير في السن ده في المعارك اللي بالشكل ده قد يكون ثباته الانفعالي مش موجود جيداً فيؤثر على معنويات الآخرين يعني العشرة بتوع بتوع الثلاث أربعة أيام اللي فيهم رائد وتسع عدو بطف كلهم بطف في قدام سيرجنت، سيرجنت ميجور، فرس سيرجنت هم المتصدرين المشهد يعني دول القتلى اللي موجودين فواضح إنه هو مش بس يعني يعني هو عنده مشكلة أصلا في جيشه عنده مشكلة كبيرة عنده مشكلة كبيرة والأرض إحنا دائماً نقول الأرض صالح المدافع أكثر من المهاجد دي مش أرض عادية ده ركام كل مكان أقدر أعمل فيه كمين وأقدر أعمل فيه عموة ناسفة وأقدر أعمل فيه ألغام ولذلك هم عندهم مأذق يشتغلوا بالنهار شوية وبالليل يلموا وتجمعوا لما بيلموا بيتجمع يعني لو اللبابة الطاقم بتاعها أربعة ما بيفضلوش قاعدين الأربعة جوه هيسيبوا واحد والثلاثة تاني هيخرجوا بره اللي بره دول هيقعد في خيمة في البطنية دول بيبقوا هدف بيبقوا هدف للحمسويين وبالتالي هم بدأوا يعانوا معاناة شديدة وأكبر معاناة بيعانوها من الشعب الإسرائيلي انتوا مستمرين علشان إيه؟ بتعملوا إيه؟ خسيركم بديدوا لدنا بيموتهم انتوا فين حماس اللي انتوا قضيتوا عليها؟ فين الـ كمان خليني أقول لحضرتك بإنه لو إحنا بنرجع وراء وبنبص على المجتمع الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي اللي موجود سواء أخو غلاف غزة اللي نزحو اللي مبقوش موجودين يعني لم تعود المستوطنات على غلاف غزة ودي أول مرة يحصل نزوح إسرائيلي الحاجة التانية المجتمع الإسرائيلي اللي موجود في إيلات هو أيضا ضد هذه الحكومة في أشياء كثيرة جدا وشفنا تظاهرات كثيرة جدا ولكن كمان هو مجتمع تصور إنه أيوة هو عارف إنه محتل وإنه موجود بس تصور إن الأرض بقت بتاعاتهم وخلاص يعني إيه هما مفيش حرب ولكن يمكن شكل الحرب خلاهم يحسوا إن هما مش قد الحرب مجتمع الجديد دي نقطة مهمة جدا لأنه هو الاسترخاء اللي تم يوم سبعة اللي إحنا هو موجود اتكشف لنا يوم سبعة ده دليل إنه هو ذا حكما تفضلتي إنه هو شايف إن الأمر استتمى بالنسبة له إنتهى الموضوع لذلك يوم سبعة ده من أهم مميزاته من أهم مميزاته إنه هو أثبت الإسرائيلي إن أنتم على خطأ وإن إحنا موجودين وإن إحنا الحاجة للمستوى الأكبر من المقاتلين إن نتحطط القضية في المواجهة لكن الضغط الإسرائيلي الشعبي المكتوم سينفجر أول الحرب ما يوقف القتال رسميا سينفجر في واجه الحكومة وفي واجه وزارة الدفاع يعني أعتقد إنه إحنا كمان أمام يعني زي ما حضرتك قلت يعني مصر حريص على إنه يكون فيه مبادرة يكون فيها وقف لإطلاق النار تماما لأنه أعتقد إذا لم يحدث هذا الوضع يزدد سوء الأعداد تزدد وأيضا دور المنظمات الإنسانية الصحية لم يعد موجود فيعني الموقف أساسا يعني كارثة إنسانية موجودة وربما يعني تترك المنظمات الصحية هذا المكان لأنه لو أنا جاي عشان أساعد ناس وليس عندي أدوات فبالتالي أنا لم يعد لي وجودها تتصور إيه السناريو ممكن يبقى عامل إزاي؟ في الجزء الصحي والإنساني هي كارثة بالمعنى الكامل يعني لكن يعني إلى إمتى النار ده ستتحمل؟ يعني اللي بيقوموا بهذا الدول يدوروا يتحملوا لو ما عندوش هدوات البشر نفسه عنده خسار بشرية كانوا العونروا عمين حصر من كم يوم 149 من كم يوم فقدوهم في المكان أيضا صح يعني ده رقم كبير جدا من جهة دولية تقدم العاون الطبي ولكن يعني إسرائيل ضاربة عرض الحقيقة بتقول الكلام اللي مش منطقي إن أنا بخلي بالي بخلي بالي من المستشفيات بخلي بالي من التجمع هذا الكلام غير صحيح لكن هو هما الإسرائيليين عاوزين يضعوا الفلسطينيين تحت ضغط تحت ضغط إن هما قد يحدث تهجير قصري قسقجم لكن عاوز يدي درس كمان للشارق للشعب الغزاوي إن شفتوا بقى حماس عملت فيكوا إيه؟ يعني هو عاوز يوصل هذه الرسالة لكن الرسالة اللي عنده في إسرائيل أقوى الرسالة اللي عنده في إسرائيل إن انتوا ازاي تخدعتوا يوم 7 أكتوبر وهم كذبوا لأن حالك الجيروزالينبوس نشرت في الصفحة الأولى إن هما بيحققوا على الكاميرات الفاضية في مكان الهدف يوم 7 في ديسكات فاضية وكاميرات مش موجودة طيب أنت تخفي ماذا؟ تخفي شيء يدينك أو تخفي شيء يعيبك أو تخفي شيء أنت بتتهم فيه الفلسطينيين أكثر من الحقيقة فالمرحلة القادمة اللي جاية هيتكشف فيها جزء كبير جدا لكن أعتقد الإسرائيلين خادوا درس كبير جدا لكن إحنا بلنا كشعب كشعب محيط وشعب عربي وشعب إسلامي إن هذا هو الوجه الحقيقي للإسرائيلين ليس عندي غير الأمنيات الخير اللي أنا دايماً بتمنيها أنه يحصل معجزة معجزة من الخير يتوقف يعني هذه الكارثة الإنسانية التي نشاهدناها كل يوم في قطاع غزة وأن يصح العالم يعني ويعود إلى إنسانياتي بشكرك شكراً جزيلاً سيادة الوقاء دكتور محمد قشكوش بشكرك على هذا الحوار ودايماً تكون بتمدينا بكل المعلومات في بيت للكل شكراً جزيلاً حضرتك الحقيقة بعد هذا الحوار ودايماً يعني في كل حلقة من حلقات بيت للكل ونحن نتحدث عن ما يحدث لأهلنا في قطاع غزة يفضل عندنا الأمل باقي يفضل عندنا أن يصحى العالم أو أن يجد العالم حل أو يرى ما يحدث من عدم إنسانية موجودة في هذا القطاع نبقى نحن وراء الحلم ونبقى أيضاً وراء الدعم الذي تقدمه مصر وأيضاً دولنا العربية بشكل كبير مازلنا معكم في بيت للكل نحاول ومذالت نفس الكلمة باقية فلسطين باقية والاحتلال في زوال